إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية التعاملات على ارتفاع جمعي للمؤشرات المدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وارتفع رأس المال السوقي بنحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.3 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إيجيك تتيرتي عند مستوى 9.940 نقطة ليرتفع بنسبة 8 من 100% ويغلق عند مستوى 9.948 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيك تتيرتي عند مستوى 2.184 نقطة مرتفعاً بنسبة 4 من 100% وذلك عند مستوى 2.185 نقطة كما فتح مؤشر إيجيك تتيرتي عند مستوى 3.122 نقطة ليرتفع بنسبة 5 من 100% ويغلق عند مستوى 3.123 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19.61 كرشاً للشراء و19.68 كرشاً للبيع بالنسبة لليورو وصلت قيمته إلى 19.19 كرشاً للشراء و19.10 كرشاً للبيع الجنيه الاسترليني وصلت قيمته 21.66 كرشاً للشراء و21.75 كرشاً للبيع أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري فقد وصلت قيمة الدرهم الإماراتي إلى 5.33 كرشاً للشراء و5.36 كرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودية والذي وصلت قيمته إلى 5.21 كرشاً للشراء و5.23 كرشاً للبيع في أسواق المعادن نفيسة تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1.686.85 دولاراً للأوقية ومحلياً سجل الذهب عيار 18.930 جنيه بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1.085 جنيه وأخيراً عيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1.240 جنيه وأخيراً الجنيه الذهب الذي وصلت قيمته إلى 8.680 جنيه في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط لتنهي مكاسب لخمسة أيام متتالية مع مراكبة المستثمرين للتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين كأكبر مستورد الخام في العالم الذي جدد المخاوف من الركود العالمي وانهيار في الطلب العالمي أيضاً على الوقود هذا وقد انخفضت العقود الأجلة بقيمة 77 سنة أو بما يعادل 8 من 10% لتصل إلى 97 دولار و 15 سنة للبرمية هذا وقد تراجع خام وغرب تكساس الوسيط بمقدار 64 سنة أو بنسبة 7 من 10% ليصل إلى 92 دولاراً للبرمية في المقابل ارتفعت أسعار المزيد تعالمياً بنسبة 86 من 100% لتصل إلى 4.5 دولارات للتر كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.14% لتسجل 86 من 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حلتها عقبت ترجمة نانسي قنقر JUST